السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله نتمنى تكونوا كملا بخير وعلى خير في احسن الاحوال محببكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدد اليوم الاخوان سنتكلموا على المنسة الحفر العملاقة ستنادون ان شاء الله الخفرة للغاز قبالة ساحل العرائش اخواني اخواتي بقوا معي ان تشوفوا التفاصيل لهذا الموضوع قبل دائما كنتمنى منكم انكم تلايكوا وتبرتجوا قدر المستطاع وكذلك تضمنوا الاستمرار وكذلك شجعونا بالبرتاج وشجعونا بالاشتراك جزاكم الله خيرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يريث الله الارض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله اخواتي على بركتي الله قبل تحية لكم كبيرة وشكرا للدعم المتواصل المهمة الاخوان من بعد الجار الشرقية الجار العدوى الجزائر وقفات الاتفاقية الغاز اللي كان يمر من الاراضي المغربية كانت كالضن بالمغرب يعيش في واحد الازمة خانقة بالمغرب يعرف انهيار اقتصادي فيما يخص الغاز لكن بهذا الشي اللي دارت الحقد اللي وصلها لهذا الوقف لهذا الاتفاقية ما عرفتش باللي جا نافع المملكة المغربية وحلع ليها بيبان كثيرة والمغرب اخيرا والحمد لله اكتشف التروات اللي عنده في بلاده مهمة الاخوان كلنا كنا كنت تدروا الوصول او كنت ترقبوا فقاش تم الوصول ديال منصق الحفر العملاقة اللي هي استينادون واخيرا الاخوان اخيرا حطت الرحل ديالها قبالة ساحل العرائش باش ان شاء الله تبدأ الحفر ديالها واول بئر الحق الغازي انشوان واحد وهو بتمويل من شركة شاريوت البريطانية اخواني اخواتي استينادون هي اضخم منصة ديال الحفر في العالم بحيث طول ديالها الفارغ وحجمها الضخم كي يحتم جرها بسفينتين يعني باش غدي يجروا هاد استينادون خسجوا السفن اللي غدي يجرها وسفن مساعدة وكما تحتاج الاخوان الى 40 يوم فقط لانتهاء من الحفر هذه هي الاخوان المفاجأة ان هاد الشركة او هاد المنصة ديال الحفر العملة استينادون كتحتاج غير بعين يوم باش تقوم بالانتهاء من الحفر وكان مفاجأة كبيرة ومفاجأة المدوية هي النتائج تقييم الجديدة اللي دارت هاد الشركة يعني بالحق الغازي في ليكسوس بحيث اظهرت الدراسات وجود الاخوان خمس مواقع واعدة وهاد المواقع الواعدة تختزر احتياطات تفوق جوج فاصلة جوج جوج فاصلة جوج جريليون قدم مكعب وما قد يحول المغرب لاحد مصدر للغاز مستقبل ان شاء الله وهذا الشيء الى تبت وجود هذه المؤشرات بعد الانتهاء من الحفر يعني هاد الشركة ديال شاريوت اويل اند غاز البريطانيا وهاد الشركة متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول بحيث الاخوان اكدت بالليل حفر ان شوان واحد يختزن لوحده ازيد من تريليون قدم مكعب من الغاز هاد الشيء الاخوان يجعل الليكسوس شاسعة تسبح فوق بحر من الغاز عملاق الاخوان وقد يكون ممتدا لمئات الكيلومترات اخواني اخواتي هاد الشيء غادي قدر يخلينا او يحولنا من دولة عادية كتستورد الغاز الى دولة الغاز والدولار الى دولة غادي ترجع تصدر الغاز اخواني اخواتي هانئا لنا بهذه الانجازات العظيمة اخواني اخواتي هانئا للمملكة المغربية بهذه الطروات اللي كانت في بلادنا والحمد لله نقوله الجزائر شكرا جزيلا يعني بالفضل ديالك وفضل قطع الاتفاقية ديال امبه بالغاز المغرب قلب على طروات دياله المغرب جبد البترول والغاز اللي عنده المغرب خدم على بلاده والحمد لله طروات اللي عندنا غادي تقدنا وغادي نقدروا اننا نصدر وغادي نرجعوا من دولة كانت تستورد الى دولة تصدر وتجيب الدولار تحية لكم كبيرا الاخوان تحية الدبلوماسية المغربية اكيد الاخوان هاد الخبر بطبيعة الحال منهار الخبر ديال البترول والغاز اللي اكتشفنا في بلادنا ما يعني خرج العلن اكيد ان الكابراناتو الدولة الشرقية ما بغتش تسرط ليها وغراهم كيبتو بلا نعاز واخيال الاخوان اليوم يعني مفرح لنا نهار وصلت لنا هاد المنصة ديال الحفر ديال العملة قاستنادون يعني احنا فرحانين ما بغناش نجبدو الكابرانات ونجبدو الحيقدة ديالهم ونجبدو الكراهية ديالهم للمملكة المغربية هما كيكرهونا من هنا ويديرونا مؤامرات ويديرونا خطط والمملكة المغربية من جهة اخرى كتطلع وكتفوق وكتدير تطورات وكتدير انجازات وهي يدي ما لفوق لفوق وهما دائما لدحت الزحت فضل الله وفضل جلالة الملك محمد السادس قائد البلاد المغرب رهما شي بعيد اما الجارة الشرقية الجارة العدو رهف بلصها الجار العدو رهما زال في الطوابير على المواد الغذائية في الطوابير على الماء الصالح للشرب في الطوابير على البوتاقاز وهذا هو الاخوان الحسد والحقت فين كيوصل موما الاخوان وصلنا النهاية لهذا الفيديو وكنتمنى منكم انكم تلايكي وهذا الفيديو باش يطلع علينا كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة في البرتاج وتشجعوا واشتركوا في القناة وتحية لكم كبيرة تحية المتتبعين قناة عالم اسكا كنشكركم بزاف للدعم ديالكم المتواصل والحضور ديالكم الدائم والكلام الطيف حقي شكرا جزيلا اللي جزيكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة